اهلا اهلا بمتابعيني الحلوين مع فيديو جديد منخص اجدد وقبل ما نتق اتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة ولو حابين نبقى الصحاب ونتعرف على بعض اكتر ممكن تتابعوني على انستجرام هتلاقوا اللينك في دسكريبشن تحت وينبقوا بينا نشوف الجزء اللي قاد انتعلم متاشا بقرارة تقتل زارة وخبطتها بالعربية وكانت بين الحياة والمتهية وابنها لذلك اللي ما شفش الجزء اللي هو اللي يرجع يشوفوها رفيق بيبعث لزمري فيديو الحادثة انتشرت على الانترنت بيلاحظ رقم عربية في الفيديو هو رقم عربية زارة فبيقلق زمري وبيتصل بالمستشفى اللي نقلوا المريضة عليها وبيعايد زمري من الصدمة وبيروح المستشفى وبيبلغوا الدكتور ان الحادثة كانت شديدة وقدت لكسر رجلها وكمان جروح في الرأة ده غري انها كانت حامل وأجهاضت بنتها فهيضطروا يعملوا عملية عاجلة وبيحزن زمري اكتر لما بيعرف خبر حملها في الوقت ده تاشا بتدرك حجم الكارسة اللي عملتها وبيظهر عليها قلق وخوف طول الوقت من ملاحقة البوليس لها ومن التوتر بتقع وبيضمع عليها وامها بتعرف وبتروح تساعدها وبيخف التوتر تاشا شوية لما بتعرف ان المكان اللي تنمت في جريمتها مكانش فيه كاميرات مرهبة وفي وقت العاشة بتعرف العلتين من خلال جوليا ورفيق اخبار زارة تعيسة وبيوصلوا للمستشفى وام زارة مش بتضيع وقت اول ان تدخل للمستشفى وبتتخانق مع زامري وبتتهمه من السبب في اللي حصل بسبب عدواته كتيرة وبتطرده من المستشفى وبتقعد هيقوا ابنها مع زارة تاشا في الوقت ده بتنشر اشاعة من خلال كاش ان زامري كان على علاقة مع ستة غنيا ومهمة وهي غالبا اللي كانت بتحاول تنتقل منه في زارة وبيستغل كاش الكاسبة دي في التوقيع بين زامري وعينة بنراته اكتر واكتر وفي نفس الوقت بتبعي تاشا العيون والشكوك عنها شوية المهم توصول زامري بتوصل اجازيب تاشا من خلال كاش وبتفترض الام صدقها فورا فبيطلع زامري الدفاتر القديمة وبيقول لها على ماضي ابن اخوها في المدينة وانه كان حرامي وبلطغي بس بيحاول عيلة زامري حل المشكلة فبيكتمعوا باهل زارة ولكن الوضع بيبقى على ما هوه ليه بس بيستغل زامري راحله وبيدخل لقودة زارة ويتطمن عليها تاني يوم بيوصل زابط للمستشفى والزابط بيجيب اغبار جديدة عن الحادثة وانه فيه شهد عيانشا في شكل العربية اللي صدمت زارة وهي عربية رياضية بيضة وطبعا المواصفات بتوجه كل شكوك زامري لشخص واحد والشخص ده هو تاشا بيروح يقابلها ولكن قبل دقايق من وصولها بيوصلها خبر اصابتها بالإذ المهم انه لما بيوصل وبيتهمها بتقوله انه ما يعرفش رقم العربية اللي خبضتها وانه لو عنده اي دليل يقدم بلاغ فيها للشرطة بس لو قدم بلاغ يستعد بقى لقضايا تشير الفضايح اللي هاتحصل بيك شون وبيطلب من زامري يمشي قبل ما يجيب له البوليس فبيمشي وبيوعد تاشا انه هيلاقي دليل يحبسها بيه ولما بتدخل تاشا مع شون البيت وتحت الضغط بتعترف لشون بجرمتها وتسمحها امها وتقول لها انها تقدر تخرج من البيت دلوقتي لانها مجرمة وعملت حكاية مفيش ام تستحملها ولسه بترمي اللوم على الكل اللي نفسها وفعلا بتسيب تاشا البيت وبتهرب بتسمح ام زارة خبر ايقهاض واندعها بالصدفة من جوليا وبتروح لعيلة زامري تصدمهم هما كمان بالخبر وبتقول ان زامري خب خبر الايقهاض عشان يمنحهم انه يلوموا على اهماله لزوجته وبتفترض انه كان يعرف من قبل الحدثة وفجأة بتبدأ زارة تستعيد وعيها واول كلمتين بتقولهم لما بتصحى فين زامري وبتطلب من امها تتصل بي عشان عايزة تشوف في نفس الوقت رفيق وجوليا علاقتهم بتتطور وبيقعد معيها في كافي بتحكيله قصة حياتها وبيقول لها انها لو مروضه عمر ما كان هيخونها او يعملها وحش زي دلن بيوصل زامري المستشفى وفرحته تصل للسماء بيرقحها للحياة تاني وبتقوله انها حامل وهي سعيدة جدا لكن دموعه بتفضح الكلام اللي ما نطقش بي لسانه وبتعرف انها اقهاضت وبتنهار نفسيان بعد ما كانت سعيدة وبتفقد الوعي بيسيب زامري المستشفى التاني بسبب رغبة والدة زارة ولما بتصحى زارة تاني بتكون حزينة من عدم موجوده وبتطلب انهم يتصلوا بيه فورا عشان يهتم بيها ولما امها بتسمع الكلام ده بتتخانق معها لانها رفضة حد يهتم بيها غيره وكأنه قف راجل على الارض وتاني يوم بيسمع شون تاشا بتخطط مع كاش تاني لتدمير بيت زامري وبيحبط منها كأنه بيكون فكر انها تغيرت بعد الحدثة لكنها زي ما هي فاجنونة وانانية فبتقوله انه لو مصر على جوازه منها فهي مش هتتجوزه إلا لو قتل زارة وبتحاول تضم شون لعصابتها زارة حالتها بتستقر وزامري بيرعيها ورغم رغبة زارة امها بتعارض انها ترجع مع زامري بيته والخناءات بتستمر وبتعمل امها مسرحية درامية كده بتقول لها انها لو روحت مع زامري مش هتسمحها ابدا وبعد الضغط النفسي اللي بتعملوا عليها زارة بتتعب تاني بتفقد وعيها فبأجل الدكتور خروجها وبيطلب منهم يبطلوا ضغط عليها وبيفرض ابو زارة على امها قراروا بان زامري هو اللي هيهتم بيها بيركع زامري بزارة للبيت وبيحضروا ليها استقبال جميل نفذه الاب وعمر ساعدت زارة وزام بتضعف يوم عن يوم وهو بيساعدها جدا وبيهتم بيها على حساب شغله حتى انجوليا بتستغرب ساعدتها المفرطة رغم حبستها الاجبائرية في البيت وبيقطع كلامهم رفيق عشان يعزمهم للفطار اللي جهازوا مع زامري وزام بيحلق رفيق جوليا اكتر من مرة وبيلمح لان جوليا عزباء وان القبل بينهم واضح الساعدة المفرطة في بيت زامري بتنقص حياة الام وكاش وبيخططوا عشان يدمروا الحياة السعيدة لان كلام كاش قادر دايما يقنع الام ان زامري منافق متغيرش ابدا ومساعد ما زارة خرجت من المستشفى الام من الغصع حياة جوزها ومقطعه لانه هارت قرارها بفصل بنتها عن جوزها بالعافية بعد كام يوم بتحضر زارة حفلة شواء وزارة بتعزم جوليا وزامري بيعزم رفيق في محاولة منه لتقريب المسافات لكن فجأة وجوليا بتحسد زارة على جوزها الرومانسي بتسرح وبتلسع نفسها فبيقم زامري يعاني تجرحها لحد ما بيجي رفيق اهتم بيها وبيتبادلوا تلمحات الحب وزارة بتكون غيرانة جدا ومتضايقة انه لمسها ولما بترجع البيت بتعانيط لوحدها وبتسمع بره دحك عاني ان زامري وجوليا فبيقول لها انهم كانوا بيتكلموا على رفيق وبيحكي لها الترائف بتاعته ها بتمشي وهي مكملة في إحباطها حتى انها بترفض الأكل من جوليا قال لي يعني الموضوع قلناقص بنزين على الناج وبمجرد توضيحها لزامري بيوصل بوكي وردل جوليا بتفتارة زارة انه من رفيق لكن بتتصدم لما بتلاقي عليه اسم زامري ومع برقية شكر لرعاية زارة والبوكي المزيف ده بيزود حدة العلاقة والكلام بين زارة وجوليا ولما بيركع زامري لزارة اخي اليوم بتفكر بينها وبين نفسها ان زامري مقار وعمل نفسه مش عادف حاجة وبيأكلها وبيهتم بيها زي كل يوم تاني يوم في ورد جديد بيوصل للأستاذة جوليا والمرة دي الكارت بيكون مكتوب فيه كان بيجرح زارة فيه حدث مهم حصل وزامري بيشتري وردل زارة ابن شون وقاله بالخبر اللي عرفه من رفيق ان تاشا مصابة بالإبز وشون لما بيروح يستجوب تاشا بتعترف له تحت الإلحاح بيسمح والدها اللي بمجرد ما بيعرف خبر إصابتها بيتروضهم من بيته وبيقول لها تروح تتعاليك بعيد عنه بتجهز تاشا شنطتها وبتعيش لوحدها وبيفضل سبب إصابة تشاب المرض ده اللي وغصي كبير للكل في الوقت ده بتشعل الأم زارة النور أكتر وأكتر وبتقول لزارة تصق في إحساسها لأنه راجل زي زامري مش محل ثقة واهتمام جوليا السيادة بيساعد في تأكيد الشكوك دي زارة بيزورها كابوس أن زامري بيخونها مع جوليا وبيقول لها إنها باقت ملهاش لأسوا بعد الإعاقة وأنه محتاج زوجة مفيدة بتصحف منتعى العصبية بين الوعي واللوعي وبيهديها زامري في نص القصة الثاني شون بيدون تاشا على عدم اهتمامها بأمها وبيبلغها قبر طلقها فبتروح تاشا على طول شركة أبوها وبتوصفه بما في من أنانية وهجرافة وسوء معاملة لزوجته وبتقول له إنه كان فاشل كزوج وكألب فبيضربها بالألم وبيتبرى منها إنها بينسيب الناس المكالكها عادي وانوح لزامري اللي بيفتش في الشقة عشان يعرف سبب تقلق مزاق زورة وبيلاقي بقاتل ورد المزيفة بيروح زامري جوليا يسألها عن الورود فمش بتبقى عارفة حاجة فزورة بتقول له إنه ممكن يبقى من بقايا فضايحه الأديمة وبيستغرب هو جوليا من تصرفها ورد فعلها والعلاقة بين جوليا وزورة بتتوتر باستمرار وأم زورة بتفضل تحرطها على صدقتها بيحاول زامري يصالحها ويوصلها بتزار جوليا لو كانت ضيقتها لأي سبب كاش بيتصل بتاشا يبلغها بمخاططه الحالي لتدمير العناقة وبيقول لها على خطة ورد جوليا وبتعجبها اللعبة وبتقرر تشاركها كمان في اللعبة وبتروح للشركة وتوصله رسالة مع السيكرتيرا إنها عايزة تاخد عامر تاني بس الشون بيعونت خطتها وبيقول لها تسيب عامر سعيد ومتضمرش حياته زي ما بتعمل في القول اللي بيحبوها بس هي مش بتهتم وبتستمر في خطتها في الوقت ده زورة ده ما خد تلاحص خالص يعاني وبتقرع على النت قصص للخيانات سوجية ولما بتخرب من قضتها بتلاقي زامري ماسك إيت جوليا طب تفترض على طول خيانته ما تعرفش إنه بيسندها لأنها مريضة لحد ما ييجي رفيق من الصلاة ما تعرفش إنه رفيق كمان في البيت أصلا وبتتعمه بالخيانة وبترجع قضتها توريه الجوابات اللي مع الورود وبتقوله ما نمثلش البراءة لما بينكر ويقول لها إن ده مش خط إيده مش بتصدق ثاني يو بيكلمها بعد ما هيديت شواية وبيقول لها إنه عمره ما فكر في جوليا وإنه هيحقق في قضية الوردة وهيعرف اللي بعده وبيتصلحه وبتندم زارة على ظلمها لصديقتها وياخدها زامري معاه الشغل ولكن مش بيطول لإني تاشى بتبعده رسالة وتطلب مقابلته عشان يتكلمه في موضوع عمر فبيسيب زارة في الشكل وبيمشي وبيقامل تاشى وبيقول لها نعمل هاش أي حق في عمر وإنه وأهله معهم حقوق الحضانة وبيهددها بتشر خبر إصابتها بالإدز لو استمرت في إزعاجه في الوقت اللي ساب فيه زام زارة في شغله عرفت من السكرتيرا إن زامري محطر وظيفة في الشركة لجوليا وبتتولد الشكوك تاني وبتقضي ليلى من الحزن والإحباط وبتكمل قرية في قصص الخيانات الزوجية على الإنترنت اللي بتغسي خيالات الخيانة في مخها المهم بعد رد فعل زامري القوي وصد تاشى وعدم اهتمامه بأي تهدد بيخاطط كاش مع تاشى مخاطط جديد وتاشى بتروح تزور زارة فمجرد ما بتشوفها زارة بتطردها واناك انتاشى بتقول لها تهدى عشان هتوصل لها أخبار سعيدة والأخبار بتكون وصالحتها مع زامري بأنهم سهروا سوى مدارح وبتوريها الصور اللي هم سوا وحاجز الفندق ببطاقة زامري فبتنهار زارة وبطاقة تعايد وتاشى بتزاود عليها كمان شوية إهانات وتقليد وبتقول لها إنه مستحيل كان يصبر على واحدة معاقة زيها بتجهز زارة شنطيتها عشان تسيب له البيت من غير ما تتحقق من صدق الدعاءة تاشى وبتسلل دمخها لقصص تاشى نوهمية درجة اتناها بتقول له جوليا إنها كمان بتخنها مع جزعة وجوليا بتتصدم بنكلمها وبتقول لها ما أخيرا فهمت سبب التعامل الجاف معها مؤخرا وبترفض حتى تسمع من جوليا تفاحها عن نفسها وبتطردها زارة لغيرة جننتها ومش مصدقة أي حد وبتتصل لجوليا برافيق وبتطلب منه يبعد زامري البيت عشان يلحق زارة بس للأسف عربيات إدل بتسبقه وبياخدها مع الأمها وخططهم بتنجح ويوقعوا تاني بينها وبينجوزها وزامري بيتصل بها وبيحاول يفهمها العيد تاشا بس هي مش بتصدق وتطلب منه واتطلق وعلى الرغم من حزنها وإحبطها الوضحيل وزارة بقالتش حاجة لحد عن مشكلتها مع زامري وإدل بيعرف القصة من كاش وبيحكيها لأمه والأم بتتعجب من معرفة كاش كل التفاصيل رغم أن زارة ما حكيتش حاجة وبتعرف من إدل أنه مقارب من تاشا ووصل الأخبار من خلالها جوليا في الوقت ده بترفض عرض الوظيفة من زامري وبترجع القرية تدور على شغل هناك عشان ما تعملش مشاكل أكتر بينه الزجين وهي مع رفيق في طريقها للسفر بتتصل بزارة من تليفون رفيق لأن زارة مش هترد لو اتصلت بتليفونها وبتقول لها أنها لو معاها دليل على الخيانة تظهروا وهي هتختفي من حياتها وبتقول لها أنها في قمة الألم والحزن كانت فاكرة أن مكانتها عندها أكبر من كده ونسقت بينهم أكبر للحقيقة زارة بيظهر عليها الارتباق أكتر وأكتر وبعد المكالمة بيقل أرى فيه من المرأة دي تكون أخر مرأة يشوف فيها جوليا بيعترف لها بمشاعره وهي كمان بتبدله نفس الحب وفي الليل وزامري لوحده وبيته بيلاقي تاشا قدامه وبتقول له أنها جاية تشمت فيه بعد ما خسر مراته فبيقول أنها الأسوأ كابنة وكصديقة وكأم فبتستفى الزمين كلامه ويطلع سكينة من جبهة وبتضربه بيها وبتعرب ومع الحيح رفيق بقرار زامري أنه يبلغ عنها في الوقت ده في القرية كاش بيستغل وضع زارة الحاج ويبعت لها رسائل وبيكلمها بود بيحاول يستملها نحيته وتاني يوم بعد البلاغ بيروح زامري لزارة القرية وبيقول لها تدي له فرصة ووقت يجمع قدلة بلقته فزارة ترفضه بتقول له هو الطلاق ونقول أحسن يخلص إجراءة الطلاق في أسرع وقت ممكن لأنها عايزة تتجاوز كاش زارة مش بيصدق إنها هتتجاوز كاش وبيقوم بينه وبين حماده جدال في نص الشارع بتنهي زارة بيقوم لأ أنت ملكش كلمة عليها بعد الطلاق زين يعيش حياتي بس لما بترجع البيت بتقول لأمها نها امرأة محبة كاش والفكرت فيه ونها قالت الكلام ده بس عشان تغيزه ويطلقها بتقول لأمها نها مش هتحب غير زمري ومش هتبتلوا براجل تاني حتى بعد طلاقهم زمري وهو ماشي في القرية بيتعقب أسره كاش وبيقول له يطلق زارة وإذن بيقول له إنه مش هيطلقها ومش هيخلي مصيرها مع مجرم زيه فكاش بعد ما بيستفزوا الكلام بيبعت ورابة الطاقية بيضربوا بصخرة في دماغه وبيديهم فلوس عشان لو تمسكوا ما يبلغوش عنه ووالد زارة بيشوف زمري وإصابته وبيرجع عند بيتي عزق مراته وكاشه بيقول لهم إن زمري لسه زوج زارة ويطلب من زارة تتصل بيضة الطامن عليه زمري بيقول لها إنه ما حنهاش وإن صور تاشا كان يدفخ اتنصب له قيلتهم لها هتكلمه عن عامر وحطط له مخادر في العصير وزارة بتتدايق أكتر لإنها ما كانتش مصدقة إن الصور حقيقة أصلا وبتني المكالمة وتطلب من أبوها يتصل بأهل زمري عشان تكتمع معهم وتقول لهم قرارها النهائي لما بتقبلهم بتقول لهم إنها قرارة الانفصال عن زمري ورغم اعترض أهله وأبوها لأنها بتصر وتقول إنها ما بقيتش قادرة تتحمل ضغط مضي وتطلب من زمري يقبلها في مكتب المأزون وتروح وهي بتحارب حبها لي بس زم مش بيستسلم بيقابل كاش اللي بيستفزه وبيقول له إنه هيبقى زوج أفضل لزارة بيكاش وفعلت البوليس بيجي يوقض عليه بيلوم والد زارة زوجته بعد ما شغله تصادر من الشرطة لأن كاش زعيم العصابة كان مساق بفلوسه فيها وبيقول لها إن ابن أخوها هو اللي كان دايما بيحارض عصابته على زمري عشان يمنعه يبلغ عنه وهو اللي سعل فصله عن زارة وبعد كلام والدها بيتواصل زمري مع زارة لكنها بتكون لسه عند قرارها ومو صر على الانفصال أم تاشا بتصرع على مقابلة زارة عشان توضح لها قصة وألعاب تاشا تاشا بتقول لشون لنها هتنفذ مهمة أخيرة قبل ما تسافر مع الأوروبا تيتعاليك من مرضها مهمتها الأخيرة بقى بتكون رحلة بيتزارة وتطلب منها تركح ابنها رغم إنه مش مع زارة أصلا بس هي بتفتعل أي مشكلة عشان تتخانق معها ولما بتشوفها أمها بتضربها من قلم وبتقول لها مش كفاية إنها حاولت تقتلع فبيتصدم الكل من اعتراف أمها وبتهرب تاشا وهي بتهددهم السكينة وبتركب مع شون العربية بس حتى الشون مش بتبقى وثقة فيه وبتشوف إنه هيسلمها فبتتخانق معي هو بيسوق وبتتقلب بيوم العربية الحادثة مش بتكون بسيطة بتمتشها هي وقبها في يوم واحد وبيعملوا جنازتهم والكل بيكون مشفق على ولدة زارة اللي خسرت عيلتها جوليا بتعرض المساعدة على زمري في حل مشكلته مع زارة وبتتصل بها وبتقول لها إنها لازم تفقر تاني في موضوع الانفصال قبل ما تندم ولما بيرجع زمري بتقول له إنه طفل بيستعين بجوليا عشقته عشان يصنع علاقته بها فبيقولها إنه مفيش حاجة منهم وإنها اتصلت بها من نفسها بس زارة مش بتصدق وبتقول له نعم لما بتشوف عامر مش بدأتر تنسى إنه ابن تاشا ومش قادرة تكمل في الوضع ده وبيسمع عامر الكلام ده وبيزعل جدا وبيحس إنه سبب انفصالهم وزارة بتمشي على بيت أهلها بيمر ثلاث شهور بدون تغيير بس زارة تعافت بشافر الكامل وبتتصل بواندتها اللي بتكلمها على التليفون وهي ماشية فافتقها من على الرصيف وبيساعدها زمري اللي بيشوفها من الناحية التانية من الطريق بيوديها لهيادة وبيوصلها بيتها فبتح تزره على ظلمها لي وبتقول له إن زارة لسه بتحبه فزمري بيقول لها نهلة وحبة ترقاله كانت رادت على مكالماته رسائل المستمرة جوليا بتشوف زارة في كافي وتكلمها بعد شهور من المؤطعة بس مش بتقول له أحدها هي مع خطيبها رفي وبتقول لها إن كل زرنها عنهم مش في محلها وإن زمري كان لطيف معايا عشان أربعة من رفيق مش أكتر شون بيمر من الحادثة بخير وبيندم إنه ممنعش تاشا وخططها وبيحس إنه ليه يدف متها بيقرر إنه هيصلح خلطتها بيطلب من زارة إنه يقابلها ويشرح لها زي تاشا خطاطت لكل حاجة بيعتزلها عن كل الأزل لسببته تاشا وبيطلب منها وسمحتها بعد الاعترافات دي بتروح زونة لحمتها بتعتزلهم وتروح تدور على زمري وبتلاقيه وبتعتزله بس زمري بيقول لها نحن بقتش تنفع بعد كل الإهنات والتجاهل فرفيق بيتصل بي وبيتخانق معاه وبعد الكلام كتير بتتعاون رجلها في قب بيته وبيعالجها وبيبتأس صلحة أخيرا وبيتخلوا عن غرورهم وبعد كام شهر بتوصلهم من رفيق وجوليا ودعوا تفرحهم وفي وسط هزارهم بيجي وقت إنجاب زورة اللي بتخلي في توأم وبيعيشوا في تبات ونبات مع عامر والتوأم ودي كانت قصتنا النهاردة بتنسوش اللايك والسبسكرايب بتفعيل الجرس وبس كده ترجمة نانسي قنقر